السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن خسوف القمر الجزئي الظلي اللي رح يكون في برج الثور يوم 28 أكتوبر طبعا هذا الخسوف هو مش الخسوف الأول خلال هذا العام يعني هذا العام مرتين صار أي ثاني مرة بصير خسوف وأيضا كان فيه كسوفين خلال هذا العام الكسوف كان اللي هو يوم 14 عشرة قبل الأسبوعين وأيضا هذا الخسوف الأخير لهذا العام بالنسبة طبعا للكسوف الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجري يعني هاي نعمة من رب العالمين اللي هي لأنه طبيعة الإنسان بيخطئ بعد مرات بالحساب أو بالنظر للقمر ليشوفوا أن ولد هلال هذا منتصف الشهر هذا نهاية الشهر فيا بنقص يوم يا بزيد يوم فبيجي الكسوف والخسوف لضبط الشهر من أول وجديد لأنه الكسوف بيجي ببداية الشهر القمري والخسوف بيجي بمنتصف الشهر القمري فهيكي بنرجع من عدل تقويم الهجري وبنرجع بالحسابات من أول والجديد فهي أكبر الفوائد اللي موجودة اللي تتعلق بالكسوف والخسوف طبعا في القديم كان يعتبر هذا الشيء معجزة إشي إلو دلالات على موت ملك أو ولادة ملك أو شيء يعبد أو شيء يستخدم السحرة بيستخدموه أنهم بيخفوا الشمس أو بيخفوا القمر أو أشياء من هذا القبيل ولكن هي حركة من الظواهر الطبيعية والإعجاز الرباني والإبداع الرباني بطريقة الحساب الدقيق لإدارة هذا الكون بالنسبة للخسوف طبعا حكينا أنه بالنسبة للخسوف أول شيء هو بيكون بوضعية الاقتران اللي هي اللحظة اللي بيجتمع الشمس والقمر على نقطة صفر وبيبلش بالدين والد الهلال فبتكون الفترة هاي هي فترة الكسوف وفي فترة وجود القمر والشمس مقابل بعض تماما وبكون الأرض في المنتصف فهاي الفترة بصير فيها الخسوف إحنا الآن في فترة اكتمال القمر اللي هو يوم 28 أكتوبر فعشان هيك بيصير عنا اللي هي عملية خسوف القمر والقمر بيكون بدر فهنا اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع ودائما لما بيكون فيه كسوف بعدها بأسبوعين مباشرة بيكون فيه خسوف طبعا بالنسبة للخسوف أو الكسوف ليش بيصير جزئي أو ليش بيصير حلقي ليش بيصير ظلي هاي لها طريقة حسابية شوي يعني بدها شرح مطول لأنه أول شيء ممكن الكسوف يصير بعد دقائق من الاقتران أو قبل دقائق من الاقتران فهنا بيكون لسه ما صار الاجتماع الكامل أو المقابلة الكاملة فبصير جزئي أو بيكون القمر أبعد من نقطة المحور اللي هي ما بين الشمس والأرض أو بيكون أقرب للأرض وهنا يا بيغطي كامل يا بيغطي حلقي أو بيكون قبل أو بعد فبيكون جزئي الآن بالنسبة للكسوف الظلي يعني رح تصير اللي هي الفترة تقريبا بحدود اللي هي فترة الاكتمال احنا اللي هي التقابل الكامل الفارق ما بينها وما بين اللي هي الفترة اللي رح يصير فيها الكسوف يعني تقريبا دقائق فعشان هيك بيكون نوع من أنواع احنا منسميه الظلي الجزئي رح نشرحها هاي طبعا بالفيديو بعد قليل بالنسبة للخسوف هاي المرة اللي رح نحكي عنه طبعا هو خسوف الظلي مدته طويلة شوي يعني لما يكون من بدايته لنهايته يعني من بداية ما ببلش الظل لا ينتح الظل اللي هي منسميها هاي تقريبا بحدود السبع ساعات ودقيقة أو دقيقة ونص ولكن احنا بهمنا كعلم اللي هو للاشخاص اللي بدهم يتابعوا أو بدهم يشوفوا هذا الموضوع ويمتاب يقدر يتابعوا ويشوفوا وين زي ما أنتوا شايفين في الفيديو أنا مشغللكم إياه عشان أنتوا تنتبهوا عليه وتعرفوا الطريقة كيف رح يكون طبعا رح يبدأ الظل في تمام ساعة 18 ودقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت بالتوقيت اللي هو العشري احنا منسميه يعني ساعة 6 ودقيقة بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن يعني 9 ودقيقة منزيد ثلاث ساعات بيبدأ الخصوف في تمام الساعة يعني الظلي اللي هو أول ما ببلش يختلف لون القمر زي ما حكينا ساعة 18 ودقيقة بيبدأ الخصوف في تمام ساعة 19 و35 دقيقة بتوقيت جرينيتش طبعا هو رح يكون زي ما حكينا زي ما حكينا يوم 28 و10 في تمام الساعة 20 و14 دقيقة اللي هو هذا الاكتمال أو اكتمال الخصوف اللي هي ذروة الخصوف بيكتمل قمر بزاوية التقابل ما بين القمر والشمس الساعة 20 و23 دقيقة يعني شوفوا 20 و14 بيكون اللي هو ذروة الخصوف ولكن الاكتمال بيكون 20 و23 يعني في عنا احنا فترة تقريبا بحدود التسع دقائق هاي اللي خلت القمر يكون بوضعية الظلي الأرض بتكون أزاحت قليلا فبتعطي الجزئية بينتهي اللي هي وشحة السواد اللي بتكون موجودة على القمر بتنتهي الساعة 20 و52 دقيقة بتوقيت جرانيتش بينتهي الظل للخصوف في تمام الساعة 22 و52 دقيقة بتوقيت جرانيتش يعني هيك تقريبا احنا احنا اعرفنا الوقت البداية من 18 ودقيقة والنهاية الساعة 22 و52 دقيقة لو اجينا حولناها عشان نعرف على توقيت الأردن نقولنا بداية الظل بتكون ساعة 9 ودقيقة وبالنسبة ل النهاية الظل بتكون الساعة 22 فمننقص منها 12 بصير 10 و52 بتوقيت جرانيتش بعدين منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة 11 و12 10 وقالله خربطونا انا بعرفش الطريقة الحسابية هاي 10 و52 منزيد عليها 51 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت الأردن الذروة بتكون الساعة 12 و23 دقيقة اللي هي الاكتمال للقمر بالكامل اللي هي منكون دخلنا باليوم الـ 29 يعني هو بيبدأ في يوم 28 وبنتعي بالـ 29 على حسب توقيت الأردن عشان هيك احنا منحكي بتوقيت جرانيتش عشان انتم ما تتخربطوا في هذا الموضوع تمام الكسوف زي ما حكينا وهو اللحظة اللي بينشاف وهو ما رح ينشاف بالصورة الكاملة للقمر انك تشوف اشي مختلف تماما الساعة وانا 8 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش فمنزيد ثلاث ساعات الساعة 11 و14 دقيقة بتوقيت الأردن سوريا فلسطين اهدولا لو يجوا طلعوا على لبنان طبعا طلعوا على القمر بلاو انه لونه اختلف وايضا صار عليه الوشحة اللي هي كالون مثل هاي الصورة شايفين هاي الصورة هاي مثل هيك هذا اللي هو كان قبل سنتين كان القمر بالصورة هاي الان الليلة رح يكون بنفس الشكل ولكن اللون بختلف لانه الوقت بختلف وبعدين انه الجزئية هاي السواد بتكون اقل باشي بسيط لانه هاي كانت تقريبا بحدود 9% الليلة رح يكون اساسا هو 6% يعني السواد بيغطي تقريبا 6% من مساحة القمر رح يستمر الخسوف الضلي من بدايته حتى نهايته 4 ساعات 23 دقيقة يعني بختلف لون القمر ولكن ذروة الخسوف مدتها ساعة و 17 دقيقة يعني خلال الفترة اللي هي ما بين ساعة 19 و 35 دقيقة لحاديت 20 و 51 دقيقة هاي اللي هي الفترة اللي بيكون فيها الخسوف اللي انت بامكانك انت انت تشوفو بالشكل اللي واضح بالصورة بالنسبة للمناطق اللي رح تشهد الخسوف عفوا واللي كيف رح ينشاف وين رح ينشاف زي ما انتو شايفين هاي الخارطة اللي بتتحرك امامكم المناطق اللي رح تشهد على الاقل بعض اجزاء من الخسوف اوروبا اسيا استراليا افريقيا امريكا جزء كبير من امريكا الجنوبية المحيط الهادئ المحيط الهندي القطب الشمالي القارة القطبية الجنوبية والمحيط الاطلسي هذولا ككل اللي رح يشوفوا هذا الخسوف ولكن هي الدروة الكبرى اللي رح تكون تقريبا بالمناطق القريبة ما بين اطراف من الهند واطراف من اليمن وامان وجنوب السعودية فعشان هيك المحور الرئيسي رح يكون بالجزيرة العربية وايضا بمنطقة الشرق الاوسط هذولا اللي بيمكانهم انهم يشوفوا بالصورة اللي يعني عرضتها قبل قليل بالنسبة لتأثيرات الخسوف الاساسية اللي بتأثر علينا جميعا وهي شوي هي تلعب على نوع من أنواع التركيز ولكن تأثيراته ما رح تكون مثل الكسوف الخسوف في هاي الحالة عادة بيأثر على عواطفنا فعادة بصير في عنا نوع من أنواع الفوضى في حياتنا يا إما إيجابية أما سلبية ولكن عادة حتى لو كانت سلبية بتكون إيجابية لأنه هنا بتضح الرؤية أكثر لبعض المسائل فعشان هيك ممكن نتعم بعض الفوضى في حياتنا فممكن أنه نتخذ اتجاه عاطف جديد في حياتنا أفضل من الاتجاه السابق فهذا الشيء ممكن يكون لصالحنا أو بداية جديدة في حياتنا أو نهاية علاقة وبداية حياة جديدة بالنسبة لنا آثر الخسوف دوليا إنه هنا رح يكون تأثيرات المباشرة في برج الثور اللي له علاقة بالمال والبنوك والسوق الأسهم والاستقرار المالي والاقتصادي والبورصة وأيضا له تأثيرات بالزراعة والثروة الحيوانية والبستنة والصناعة الصناعة المتصلة بالأمور اللي لها علاقة بالمجالات الزراعية والمالية أيضا بالنسبة للتأثيرات المباشرة لهذا الخسوف طبعا بتبدأ هي قبل بثلاثة أيام من يوم ثمانية وعشرين يعني يوم خمسة وعشرين بتبدأ تأثيرات الخسوف وبتنتهي بعد بثلاثة أيام يعني لو حسبنا أنه بيكون ليلة ثمانية وعشرين والتسعة وعشرين فمنقول يوم ثمانية وعشرين الذروة وتسعة وعشرين الذروة فبصير عندنا اللي هو تسعة وعشرين وثلاثين وواحد وثلاثين هذول الأساسيات أو واحد الشهر هم هذول الأساسيات لتأثيرات الخسوف يعني من خمسة وعشرين لنحية الشهر طيب إيش التأثيرات أو أبرز التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج خلال الفترة القادمة برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بدهم يحذروا في خطواتهم المالية من السرقة أو ضياع حاجياتهم أو المغامرات المالية أو خسارات مالية بدهم ينتبهوا من التفذير ينتبهوا من النصابين والمحتالين ويبعدوا عن المغامرات المالية قذر الإمكان برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بدهم يحافظوا على مصالحهم وبدهم يحذروا في أي خطوة جديدة في حياتهم يبعدوا عن القرارات الحاسمة ما يصدروا فرامنات وقرارات ويتسرحوا باتخاذ القرارات وأيضا ما تنسوا برضو أنك تنتبهوا على صحتكم شوي لأن طاقتكم بتكون ضعيفة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بدهم يحذروا من المؤامرة أو من مؤامرة يعني أشخاص بتتآمر عليهم من وراء الكواليس أو بحي يقول لهم مصيبة أو كارثة أو وشاية أو أشياء من هذا القبيل بالخفاء من وراهم فبدهم ينتبهوا من هذه النقطة ويكونوا حذرين برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أغلب متاعبهم ستكون بعلاقاتهم الاجتماعية وعلاقاتهم مع أصدقاهم أو أيضا ممكن تكون المشاكل من خلال المناسبات الاجتماعية أو الدعوات أو الحفلات أو المناسبات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بدهم يحذروا في علاقاتهم مع المسؤولين المسؤولين عنهم بالعمل أو مسؤولين بالدولة وبرضو يعتبر هذا بيت السمعة فبدكوا تحذروا في عملكم وأيضا بدكوا تحذروا من المغامرات والمجازفات وأي تصرف ممكن يشوه سمعتكم يعني ما في داعي للمجازفات والمغامرات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بدهم يحذروا على الطرقات خاصة أثناء السفر البعيد ما يندفعوا ما يتهوروا أثناء القيادة يتفقدوا أمتعتهم بشكل جيد إذا كان عندهم سفر مثلا بالطيارات يروحوا قبل بوقت على المطار يتفقدوا الأوراق والأمتعة بشكل جيد وأيضا بدهم يحذروا إذا كان عندهم مواضيع قضائية وامتحانات جامعية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بدهم يحذروا في شركاتهم المالية أو الأموال المشتركة أو الأموال اللي معهم شريفيها وهي بنك وضريبة تأمين زوج زوجة قروض ميراث أو مطالبات مالية أو فوتير هاي كلها اسمها أموال مشتركة بدكم تحذروا أنه يصير فيه سوء تدبير أو ضياع بعض الأموال أو أنكم ما تكفلوح أي شخص في هاي الفترة وبرضو بدكم تنتبههم من المحتالين والنصابين وابعدوا عن المجازفات والمغامرات المالية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا موجود مقابلكم تماما رح يكون الخسوف عشان هيك في بيت الشراكة المالية والعاطفية فبدكم تحذروا أثناء تعاملكم مع شركاكم خصوصا شركاء العمل أو مع أزواجكم لأنه ممكن يصير فيه بعض الخلافات أو الالتباسات ما بينكم وبرضو طاقتكم بكون ضعيفة انتبهوا من بعض التقلبات الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة فعلاقاتكم مع زملائكم أو أثناء إتمام أعمالكم فتأكدوا من أعمالكم إنكم تقدموها ناقصة أو يكون فيها بعض الأخطاء وأيضا بدكم تنتبهوا لصحتكم بشكل جيد من بعض التقلبات الصحية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هو في البيت الخامس يعني بيت العلاقة مع الأحبة مع الأبناء وبرضو بيت الحظ وبيت الترفيه والهوايات عشان هيكي بتكن تنتبهوا بعلاقاتكم مع أحباكم وأيضا بتكن تنتبهوا بعلاقاتكم مع أولادكم لأنه ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو عصبية أو خلاف ما بينكم وحاولوا إنكم ما تبالغوا بالحظوظ يعني ما تعتمد على الحظ نهائيا بهاي الفترة وحاول إنك يعني ما تجازف وتغامر في هاي الفترة أيضا بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا يعتبر في البيت الرابع الخسوف فمعناته التركيز رح يكون على مسائل تتعلق بالبيت والعائلة وأيضا الأمور العقارية والأمور لمناسبات أو حدث عائلة أو صحة أحد أفراد العائلة انتبهوا بشكل جيد لهذه الفترة ممكن يصير بعض الأخطاء أو الأعطال المنزلية أو مصريف أو خلاف فبدك تكون حكيم بإدارة الموضوع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هو أبداية التنقلات والاتصالات والامتحانات والعلاقات مع الإخوي مع الجيران فبدكوا تحذروا أثناء قيادة السيارة ما حاولوا أنكم ما تتحوروا ركزوا بشكل جيد ممكن تصير عطال بالسيارات أو ممكن تتعرض لمخالفي أو حوادث فعشان هيك بدك تكون حذر بتنقلاتك اللي عنده امتحان الطلاب المدارس بدهم يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظ نهائيا وأيضا أثناء تعاملكم مع إخوتكم أو مع جيرانكم حاولوا تضبطوا عصابكم اللي بيشتغلوا في المجال التجاري ما في داعي للمغامرات ممكن يتعرض بعض موليد برج الحوت لا أعطال بالإلكترونيات طبعا هيك بنكون انتهينا من هاي الأخبار طبعا في أشخاص ممكن يقولوا ليش أنت مقلل بالحلقة بالفترة هاي ما شرحت بشكل كبير عن الأبراج والهاد لأنه أساسا الخسوف لما بيكون جزء تأثيراته ما بتكون التأثيرات الكبيرة إلو تأثيرات صحيح ولكن تأثيراته ما بتكون بقوة المكتمل أو اللي بيكون قريب للأرض وشعاعه قريب أيضا فعشان هيك بيكون هي التحذيرات وماشي رح يصير من الأشياء اللي ذكرناها كلها هاي بتكون تنتبهوا منها التحذيرات ولكن يعني مش بحاجة أني أنا أطول الحلقة وأشرح بكثير من الأمور ولكن التنبيه المختصر ممكن يفي بالغرض أكثر هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء